اشتركوا في القناة التسر بالتعاون بين الدفاع المدني وشركة نفط البحرين بابكو واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الموقع والقاطنين بالقرب منه من جهتي أكد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أنه فورا تلقي غرفة المراقبة والسيطرة بالإدارة بلاغا بالحادث انتقلت فرق الدفاع المدني للموقع وباشرت عملياتها بعد الدفع بسبع آليات و27 ضابطا وفردا للتعامل مع الموقف حيث تم اتخاذ إجراءات السلامة المتابعة في مثل هذه الحالات وتطويق المنطقة وتأمينها والقيام بعمليات إخلاء جزئي مؤقت للمحطة والمنطقة المحيطة وأوضح بأنه تم تقييم مستوى الخطورة وأخذ قراءات لنسبة التسرب واحتواء المادة المتسربة وغيرها من الإجراءات وشيرا لأن الإدارة قامت بتفعيل خطط الطوارئ المعدة مسبقا بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وإنذار فرق الاستجابة والإسعاف وأعداد مركز الإيواء بالمنطقة وتوفير الحافلات لنقل الأشخاص تحسبا لأي تطور في الموقف ترجمة نانسي قنقر